السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أخواتنا وطلابنا في السنوات العامة دفت عشرين وربعة وعشرين وأهلا بكم في نقاطنا الإسبوعي الرابع في علم الاجتماع النهاردة يا صديقي احنا نتكلم في درس جديد جدا وده يعتبر من أهم الدروس اللي موجودة عندك في الوهدة الأولى في علم الاجتماع اسم الدرس ده ايه يا مصطر؟ اسمه النظرية في علم الاجتماع انت هنا في الدرس ده اكمل العلوان كده زي ما انت شايف انت بتدرس يعني ايه نظرية وايه النظريات بتاعت علم الاجتماع وازاي هنعمل النظرية وايه هي مكونات النظرية وهل النظرية دي مهمة او في العلوم ولا مش مهمة وهي تعريف النظرية كل ده هندرسه في الدرس بتاع النهاردة تعال كده يا صديقي نبتدي بأول سؤال عمرك شفت علم من غير نظريات؟ طبعا لا ليه يبقى؟ لان معنى ان فيه علم يبقى فيه علماء ومعنى ان فيه علم يبقى كل عالم هيقول وجهة نظره يبقى بالبلد كل عالم يبقى ليه نظرية لان النظرية هي عبر عن وجهة نظر العالم في الحاجة اللي بتدرس يعني لان بقول لك انا هعمل نظرية عن الاسرة يبقى انا كده طالع اقول لك نظريتي انا وجهة نظره انا في الاسرة يبقى بالبلد كده النظرية مهمة للعلم ومهمة في اي علم وعشان كده اول حاجة نتكلم فيها في النظرية مكانة النظرية مكانة النظرية يعني اي مكانتها صادفي؟ يعني اهميتها تعال نبتدي بالمكانة ما هي مكانة النظرية؟ قال لك النظرية تحدد هوية اي علم من العلوم يعني انا بالبلد كده انا بعرف العلم من نظرياته بعرف العالم من نظرياته مش فاهم تعال فاهمك كلمة هوية معناها ايه اصلا؟ كلمة هوية صديقي معناها صفات النظرية بتساعد اقترف صفات العلم وصفات العلم يعني انا مثلا يتن لما جي اعمل نظرية الجاذبية مش الجاذبية دي حاجة موجودة في الطبيعة؟ اه طب من العلم اللي بيدرس الطبيعة؟ الفيزياء يبقى اكيد نظرية نيوتن دي طبع علم الفيزياء يبقى النظرية عرفتني صفات العالم وصفات العلم يبقى بكده بقول على نيوتن عالم فيزيائي يبقى النظرية مكانتها ان هي بتحرفك العالم وبتعرفك صفاته وبتعرفك العلم نفسه ده كمان من مكانتها واهميتها نكز معا في النقطة دي اول انها مثل البصلة التي توجه السفينة تخيل كده معا صديقي انت راكب مركب وسفينة وفي عرض البحر ومرة واحدة ملاقيتش البصلة اللي هيحصل لك كل سنة وانت طيب خدت واحدة سمحيني وهتوه هتبقى تاية على الله حكيتك مش عارف بقى الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب لان انت معاكش البصلة اللي بتوجهك يبقى السفينة من غير بصلة هتوه ده زيه بالزبط زي العلم من غير نظرية العلم من غير نظرية هيبقى زيه زي السفينة من غير بصلة هيتوه هيتوه ازاي مسمى قالك لانه في الاخر ممكن يجمع معلومات والمعلومات دي يا صديقي تبقى ما لهاش علاقة بباعد فبالتالي هيحصل تناقض في كلامه فبالتالي نظريته هتبقى غلط ليه لانه مش عامل اصلا نظرية وقصص يمشى عليها يبقى انا يا لو عالم من غير نظرية زي السفينة من غير بصلة هجمع معلومات بس في الاخر هتخبط وممكن اجمع معلومات غير متربطة معلومات ما لهاش علاقة بباعد يعني مثالا انا عايز ادرس الواصرة اعز ان ادرس يا صديقي الواصرة قلت ان ادرس الواصرة من غير نظرية وانا اقدرس اكيدا طب اما تجين دري heroism بباعدون نظرية ستجد ان كنت جمع معلومات اجتماعية على معلومات سياسية على معلومات اقتصادية على معلومات ثقافية على معلومات دينية ربماẫn كل المعلومات دي عن الواصر في الاخر بجمع معلومات كتيره اجتماعي ثقافيه الدينيه اجتماعيه وشيء كل دعن الاسرة لكن في الاخر المعلومات دي مش مربوطة في بعض هدتوه يبقى انت كده تايه انما لو جيت وقالت لك انا هعمل نظريه اجتماعيه عن الاسرة انا كده مش تايه يبقى انا هادرس الاسرة من جانب اجتماعي كده يا بوص انا في الاول كنت منجل نظريه عملا جمع معلومات وخلاص في الآخر المعلومات ملاحش علاقة ببعض إنما لم أ skulleت ادرس الأسرة بنظريه وكذا النظريه اجتماعيه أنا أريد اريد ما أريد؟ أريد معلومات اجتماعي طب ايدرسها بنظريه اقتصادية بأنا أريد معلومات اقتصادية لابد أحددت اتجاهي لم تكن مبينت تايه لذلك قال لك النظريه بالنسبة للعالم زي البصلة في السفينة من غيرها هيتخبط في جمع المعلومات وممكن يتمع معلومات في الآخر مش متربطة هذه هي مكانة النظرية النظرية مكانتها صديقي جدع النظرية تمثل هوية العلم هي التي تشرح لي صفات العلم وصفات العالم العالم تعرف من نظريته ثاني نقطة يتعرف أن هذه النظرية مثل البصلة في السفينة من غيرها العالم يتوقع ويجمع معلومات مش مطرفته و هذه أول حاجة وأول عنوان عندنا مكانتها هي صديقي أهميتها يتوجه العالم يبقى أهميتها توجه العالم طيب خش بقى معايا صديقي في تعريفه تعريف النظرية ويعني ايه كلمة نظرية يا مستر؟ ركز بقى في الجزء دوت وقلمك كده معايا ويكتبك قالك هي عبارة عن نصق ما معنى كلمة نصق؟ نصق يا صديقي يعني بناء من المعرفة يقصد بايه المعرفة؟ المعلومات معرفة يعني ايه؟ معرفة يعني مع لومات تتسم بالتعميم ما يقصد بكلمة تعميم تعميم يا صديقي يعني قانون عام تعال فاك اي نظرية يا صاحبي بتبقى عبارة عن بناء مليام معلومات عمرك شفت نظرية ما فيهاش معلومات؟ طبعا أبدا مش خدت نظريات في الكيميا فيها معلومات خدت نظرات في الفيزياء فيها معلومات خدت نظرات في البيولوجي فيها معلومات خدت نظريات في علم النفس زي نظرية التعلم الشرطي ونظرية الفهم والاستبصار ونظرية تعتقدهم في علم النفس مليانة معلومات تبقى اي نظرية بنعمل معلومات يعني ايه بقى تتاسم تتاسم دي يا صديقي يعني تتصف بالتعميم يعني التعميم يعني قانون عام تعال اقول لك يعني اي نظرية صديقي عشان تبقى نظرية لازمة تتعمل تديك قانون عام مثال نظرية نيوتن دي ملتلق في الجاذبة نظرية نيوتن دي ملتل في الجاذبية هو طبعه عن التفاح اللي وقعت بس ولا طبق الجاذبية على اي حاجه لا تقع طبق الجاذبية علي اي حاجه لا تقع يبقى القانون بتاع الجاذبية دي طبعه لها يتطبع عن كل حاجة يبقى دي قانون عام على اللخات قانون عام يبقى النظرية هدفيه او من صفات الى انها عاما لازمة تبقى فيها تعميم يعني ماذا تعميم إعني توصلني الخاجة ايه لقعد major او قانون عام وحشان كده النظرية بتبثي تتعمل كله بيمشي بيها يبقى النظرية مرعى ليه يا أصل قبلuxe و بارها عن بناء من المعلومات المعلومات دي من سفاتها بتخلّي النظرية تتصب بالتعميم وانا قلتي كانت بتصل لقوانين مع ölونة في الاخر بارها تصلة لقانون عن القانون parallel Yeah كمّل معاهم هي عبارها عن بناء من المعلومات يتصب بالتعميم اثنين تساعد على تفسير جوانب الواقع هو اي نظرية يا صديقي اللي تتعمل دي احنا بنعمل نظريات لين مش عشان نفهم الواقع الواقع ده اللي هو الكون اللي احنا عايشين فيه مش نظرية نيوتن في الفيزياء فاهمتك الواقع نظرية اينشتاين مش فاهمتك الواقع نظرية الزرة مش فاهمتك الواقع نظرية نمو النبات مش فاهمتك الواقع نظرية الزلازل مش عرفتك الزلازل بتحصل ازاي يبقى بالبلد كده مفيش نظرية بتتعمل الاوليها هدف وهدفها هو فهم الواقع والجانب المختلفة للواقع انا لازم انا عمل نظرية عشان فاهم الواقع يبقى النظرية بنعمل المعلومات والمعلومات دي بتصني التعميم قانون عاد في الاخر بتساعدنا فهم مين القانون ده بيتساعدنا فهم الواقع طيب النقط رقم 3 يقول لك النظرية العلمية تختلف عن الرياضية وهدف يقول لي يا مستر ويعني ايه نظرية علمية ويعني ايه نظرية رياضية اسمع بقى بص يا صاحب النظرية العلمية بتاعت علوم طبيعية اللي هي زي اللي ايه فيزياء كيميا دي اسمع علوم طبيعية بتدرس الطبيعة انما الرياضية الرياضية دي صديق اللي هي الماس الحساب الالقام اللي يفرق بقى للنظريات بتاع الفيزياء والكيميا عن النظريات بتاعت الماس تعال فهمك انا لو علم كيميا قلتلك الحديد بيتمدد بالنار جئت قلتل لسيمله هسبتهالك ازاي ش passa لسيم نعمل تجربة اه ل Nay لابن تغربة حتى تسي بيتك ويجبلك حتة حديدة وسخانة وأخبرك بصت مفددة دا الدقيق يبقى العلوم الطبيعية التأكد منها بيبع عن طريق مين العلوم الطبيعيةestar الفيزياء والكيميا لو هاتفو تأكد من كلام بي فالعلوم الطبيعية يبقى العلوم الطبيعية ي Bis gold الآن تأكل منها الرياضة وز��zę تنفع تعمل فيه تجارب؟ لا يا مستر طبعا مش ممكن ليه؟ لان الرياضة يا مستر تدرس حاجات موجودة في العقد مستر الارقام دي يا مستر مش حاجات ملموسة هي موجودة في عقلنا بس احنا رسمين صورة في عقلنا بيها لكن هي اصلا مش موجودة يبقى ايه اللي يفرق النظريات العلمية عن الرياضية؟ اهيه قال لك النظرية العلمية تختلف عن الرياضية ليه؟ لان النظرية العلمية بتخدع للتحقق من صدقها يعني لو عايز تتأكد من النظرية العلمية لازم أن تعمل تجربة لازم أن تعمل ملاحظة تجريبية لازم أن تعمل ملاحظة تجربية تابع second النظرية العلمية مختلفة عن الرياضة يarem غدا الآخر 이나 lateral الفي الاخر الاخر الفيه اتساعد العلمان عليك سيا بقواني انا بتعمل ناظرية صديقا وتوصل اليه العالمها لو كان تعرف النظرية بنقول هذه معلومات اليوم تقي gemeinsam معلومات عامة يعني انها وتوصلني القانون عام اثنين والقانون م CAP في فهم الواقع اللي انا عايش فيه تلاتة النظرية العلمية غير الرياضية خالصة مستر لان العلمية بتهضع للتجارب النما الرياضة مفهاش تجارب الرياضة عقل واخر حاجة ان النظريات اصلا العالم بيعمل نظريات عشان في الاخر يوصر لقوانين ويكتشف قوانين جديدة ده تعريف النظرية يبانا خدت مكانتها واهميتها النيازة البصلة في السفينة من غيرها العالم يتوه وخدت تعريفها تعالى بقى صديقي نخش في الجزيرة الجديدة اللي فهي بناء ومكونات وعناصر النظرية اي نظرية يا صديقي في الكون تتكون من مجموعة عناصر اي نظرية في الكون بتتكون من مجموعة عناصر ما هي هي العناصر? 8 لها طر descop 8 عناصر يا صديقي دين مكونات النظرية زي ما انتهت شايفهم 8 هم أول عنصر وهو الشكل الأساسي أول عنصر عندك بتقال عليه إيه شكل أساسي يعني إيه شكل شكل ده يعني نموذج شكل ده يعني عنوان رئيسي شكل ده يعني خطوات رئيسية يعني إيه يا بصدر تعال أقول لك يعني نموذج أو عنوان رئيسي أو خطوات رئيسية بص يا صديقي تعال كده نشبهها شوية بموضوع التعبير هو أنت لما تيجي تكتب موضوع تعبير لما تيجي تكتب موضوع تعبير مش يا صديقي بتعمله فورما كده شكل شكل إيه أولا لازم أن تكتب أنت الموضوع ده بتاعك بيتكلم عن إيه ثانيا حضرتك بتبتدي تحط مقدمة ثالثا حضرتك بتبتدي تكتب حاجة اسمها العماصر رابعا بتكتب عرض العماصر خامسا بتكتب خاتمة ونهاية انت هذا عملت شكل فورم بتطلع للأفكار الرئيسية للموضوع اللي انت هتتكلم عنه بتقول لي خطواتك الرئيسية إيه بتقول لي الإطار بتاعك الأساسي اللي انت ماشي عليه إيه يبقى الشكل الأساسي هو عنوان النظرية بتاعتك أو الخطوات الرئيسية للنظرية بتاعتك أو المبادئ الرئيسية اللي انت هتمش عليه ده اسمه شكل يبقى أنا كده عملت إيه عملت شكل زي ما بعمل لموضوع التعبير كده إيه زي ما بعمل لموضوع التعبير بتاعي شكل طيب يبقى الشكل ونموذج أو عنوان رئيسي أو خطوات رئيسية أنا بحطها كده بقول أنا همشي على ده تاني حاجة مجموعة من التصور هو يعني إيه كلمة تصور تصور يا صديقي يعني تخيل أنا دلوقتي يا صديقي عالم عامل نظرية فطالما أنا عامل نظرية يبقى أنا طالع أقول وجهة نظري وطالما أقول وجهة نظري يبقى أنا لازم أحط تصورات وافتراضات وتخيلات من عندي مثال أنا مثلا أنا صديقي بدرس ظاهرة البطالة فهبتدي أحط تصوراتي عن البطالة بقول مثلا أن البطالة دي ممكن تكون حاجة ظهرت في المجتمع نتيجة كذا أو البطالة دي ظهرت في المجتمع نتيجة أن الشباب عددها أكتر من فرص العمل أو البطالة دي ظهرت في المجتمع نتيجة أن الشاب ما بيرضاش يشتغل إلا في مجال تخصصه أنا كده بحط التصورات التصورات دي بقى اللي أنت بتحطها تساعدك في إيه قالك بص يا سيني التصورات دي تساعد على ربط المعلومات ومعرفة علاقاتها ببعضها يعني التصورات بتأتيتك دي بتربط لك المعلومات ببعضه وتساعدك تعرف إيه علاقة المعلومات دي تصورات أنا ما تصور أن البطالة ليه علاقة بالجريمة ده تصور أو أن البطالة ليه علاقة بالطلاق ده تصور يبقى أي عالم بيعمل نظرية لازم أن يحط تصوراته فيها تصوراته عن الموضوع اللي بيدرسه إيه تصوراتك والتصورات دي هتساعدك في إيه تربط المعلومات ببعضه وتعرف علاقة المعلومات اللي أنت بتتكلم عنه يبقى إيه أنت بختار تصورات لو جاء اللي أن أنا بفهم علاقات الأشياء ببعض لو جاء اللي أن أنا بفهم ارتباطات المعلومات ببعض وبحط تصورات ومفاهيم عامة كده بشتغل عليه طيب مجموعة أحكام أحكام دي يا سيدي قال لك هي عبارة عن إيه قال لك عبارة عن بديهيات أو قضايا أو فروض يعني مجموعة أحكام صديقي أحكام يعني سيادتك بتصدر حكم زي ابن خلدون كده صديقي كان ماشي بحكم في دراسته للمجتمع قبلك ابن خلدونك طبعا هو مؤسس علم العمران اللي هو متسميان من الاجتماع دلوقتي الرجل ده كان عامل حكم في نظرياته إن المجتمع ده زيه زي الإنسان ليه عمره وبيكبر زي الإنسان هو كده حطت حكم الأحكام ده صديقي بتبقى حاجة بديهية أنت ممكن تشتغل أو تعمل نظريتك على حكم بديهي زي في قعدة بديهية كده بتقولك الكل أكبر من الجزء في قعدة بديهية تانية بتقولك ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء يعني اللي ينطبق على كله ينطبق علي دي حكم ده حاجة بديهية ممكن بقى أنا أبني نظريتي بناءا على الحكم ده وبناءا على الخطوات دي يبقى الحكم عبارة عن إيه بديهيات أو قضايا يعني إيه قضايا يا مستر قضايا يعني جمل قضايا يعني إيه جمل أو فروض زي ما قلت ريخ ابن خلدون حط كده حكم من المجتمع ده زي و زي الإنسان فأنا أي حاجة هدرسها هتطبق عليها الحكم ده أي حاجة هدرسها في المجتمع هتطبق عليها الحكم ده أي حاجة تظهر أقول هتعملها أن هي لها عمر زي الإنسان وبتكبر زي الإنسان يبقى دي مجموعة أحكام حاجة أنت بتصدرها من نفسك طيب بعد كده تعريفات إجرائية يعني إيه تعريفات تعريفات دي يا صديقي تعريفات إجرائية يعني إيه كلمة تعريفات إجرائية بص بقى صديقي تعريفات إجرائية دي معناها مفاهيم موضحة أو مصطلحات بتوضح هديك مثال تعمل نظرية عن البطالة صح صح أنت لازم أن تعرفني يعني إيه أصلا بطالة تحط تعريف للبطالة والتعريف ده يبقى من وجهة إيه من وجهة نظرك لأن هي نظريتك فأنت بتعرفني البطالة من خلال نظريتك اللي هي وجهة نظرك يبقى إمتى باختار كلمة تعريفات لو جهة اللي هي مصطلحات ومفاهيم يضعها البعث لتوضيح الغموض يبقى ده مفاهيم يبقى ده تعريفات يبقى التعريفات دي عبره عن إيه مفاهيم ومصطلحات إحنا بنوضح بها المعاني الغمضة معنى مش واضح بوضحه زي ما أوضح مثلا أن المجتمع بيجي في فترة اسمها فترة النشأة بعد كده فترة السبات بعد كده فترة التطور بعد كده فترة الإدمحلال طب كلمة الإدمحلال ديت مش معروفة يعني إدمحلال الإدمحلال ديت يعني السقوط والهبوط يبقى أنا كده لازم أعرفك يعني إيه كلمة إدمحلال يبقى المفاهيم الغمضة لازم أن تتعرف ودي اسمها تعريفات يبقى إيه نظرية بتتكون من شكل خطوات رئيسية هتمشي عليها وتوضح لي النظرية بتتكلم عن إيه تاني نقطة تصورات خدرتك بتحط تصورات من عندك وافتراضاتك وتخيلتك ووجهة نظرك اللي هتربط لك المعلومات ببعض بعد كده بتدي أحكام الأحكام ديت هي قاعدة أنت بتخطها وبتطبع عليها النظرية بتاعتك زي قاعدة مثلا الكل أكبر من الجزء بمشي بنظريتي كلها بالقاعدة دي تعريفات أي لبز واضح أي مفهوم مش متعرفة بتدعرفه طب بعد كده قالك بعد كده يا صديقي بتستخدم حاجة اسمها المنهج يعني إيه منهج منهج يعني طريقة أو اسلوب طريقة أو إيه اسلوب تعال فهم المنهجة أقول لك يا صديقي أنا ليه منهجي يعني إيه منهجي ليه منهجي يعني ليه اسلوبي وطريقة مثال أنا لو عالم بتاع كيميا هدري استفاعلات صح طبعش أنا دريس هلازم أنا عود أعمل إيه لازم أن نعود أعمل تجربة يبقى طريقة الطريقة اللي أنا بستخدمها في الدراسة التجارب يبقى ده المنهج بتاعي يبقى المنهج بتاعي اسمه منهج تجريبي بيجرب طب لو أنا عالم اجتماع مثلا أنت واخد في ثانية سنوي مناهج العلم الاجتماع فيه منهج المقارن وفيه منهج التاريخي وفيه منهج المسحي الاجتماعي كل دي منهج منهج دات يعني إسلوب أنت بتدرس بيه أنا مثلا أعلم الاجتماع أريد أدرس الأسرة هتطر أن أنزل وقت معهم وأشوفهم وأتكلم معهم يبقى أنا كده أستخدم طريقة الملاحظة بشوف يبقى ده منهجي الملاحظة يبقى المنهج يعني طريقتك في الدراسة إسلوبك أنت درست الموضوع ده بقني طريقة هل عملت تجربة ولا لاحظت ولا عملت مسح ولا درست الماضي ولا عملت إيه يبقى أي نظرية لازم تحتوي على كلمة إيه باشا كلمة منهج وانا قلت يعني إيه منهج يعني طريقة وإسلوب يبقى لو جاء لك في السؤال هي الطريقة التي ينتج بها العلماء الأفقار والطريقة التي يستخدمها العالم في الدراسة طريقة يعني إسلوب يبقى ده منهج ومغم نقطة رقم 4 نقطة رقم 5 آسف تحليل بيانات يعنيها مستر كلمة تحليل البيانات تحليل بيانات ده صديقي معناها عمل إحصائيات ونسب مئوية عمل إحصائيات ونسب مئوية يعني إيه يا مستر تعالى فهمك يعني إيه ثانية واحدة بس كده وضب لك دي يعني يا مستر عمل إحصائيات ونسب مئوية هفهمك دلوقت منهج يا صديقي يعني سيادتك أنه قلت لك منهج يعني إيه ارجع بقى معي منهج يعني إيه منهج يعني إسلوب أو طريقة طيب تحليل بيانات بقى مستر يعني إيه تحليل بيانات يا صديقي يعني سيادتك أهو عمل إحصائيات اللي هي بنسميع نسبة مئوية في المية لما أقول لك مثلا البطالة في مصر وصلت في عام 2022 لـ 30 في المية بينما في عام 2024 لـ 40 في المية بقى أنا كده عملت إحصائيات ده اسمه تحليل بيانات بقى أنا كده عملت إيه تحليل بيانات يبقى أي حاجة تخص الإحصائيات والنسب المئوية وإن أنا بقيس الأشياء طبعا ما دي ها تحليل بيانات طيب اللي بعد تفسير نتائج تفسير يعني إيه تفسير يعني معرفة السبب يبقى أنا كده بالبلد وصلت للنتيجة وهو ده التفسير مع معنى أن أنا فسرت يعني عرفة السبب يبقى وصلت للنتيجة ودي اسمه تفسير النتائج طب بعد يا مستر أما نفسر النتائج نبتدي بقى نعمل عملية التقييم اللي هي التقييم يعني تحديد نقاط القوة والضعف يعني إيه يعني أعد كده مع نفسي أشوف أنا نظريتي دية كنت ماشي فيها صح ولا كان عكت في الآخر نظريتي دية فعلا هتقدم حاجة ولا مش هتقدم حاجة نظريتي دية إيه المميزات فيها وإيه العيوب يبقى أنا كده بعمل تقييم للنظرية بتاعتي بس خب بالك يا صديقي ما فيش تقييم هيحصل من غير الخطوتين اللي قبل التقييم يعني إيه؟ يعني أنا عشان أقيم لازم أن أحلل بيانات أعمل إحصائيات ولازم أن أفسر نتائج أوصل للسبب لأن أنا لو ما حللتش وما فصرتش عمري ما أقدر أقيم وعمري ما أقدر أطلع نقاط القوة والضعام يبقى مكونات أي نظرية موجودة في الدائرة دي أول حاجة شكل وإن أترك شكل يعني خطوات رأي سين الثاني حاجة تصورات تصورات دي بتربط المعلومات ببعض هاي زي ما أنا كاتبها لك الثالث حاجة أحكام الأحكام دي يا باشا يبقى جمل أو قضايا قضايا يعني جمل وبديهيات طيب التعريفات مصطلحات مصطلحات مش واضحة بنوضح المنهج الطريقة طريقتك إيه وإسلوبك إيه لما قولك أن ليه منهج يعني ليه طريقتي لما يجي قولك العلم استخدم الطريقة الفلانية بدا منهج تحليل بيانات قلت لك إحصاء إحصائيات طيب تفسير نتائج اللي هي إيه اللي هي قانين وصلت القانون وعرفت السبب وآخر حاجة تقييم النتائج اللي هي تحديد النقاط القوة والإيه والضعف دي مكونات أي نظرية 8 نقط يبقى أي نظرية تتكون من شكل أساسي مجموعة التصورات مجموعة من الأحكام تعريفات منهج تحليل بيانات تفسير النتائج وتقييم البناء المنهج المنطقي يعني ندي تقييم للنظرية كلها كده أنا صديق أخدت مكانة النظرية وخدت تعريف النظرية وخدت مكونات وعناصر النظرية خش بقى معايا في وظايف النظرية بص يا صديقي عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا إيه يا مستر الحاجة دي الحاجة دي الحاجة دي الحاجة دي يا صديقي وظايف النظرية دي لازم السؤال معاك في آخر السنة لازم سؤال بيجي في الوظايف دي أنا عندي كم وظيفة للنظرية ستة ست وظائف للنظرية هندرس الستة دلوقتي النظرية ووظيفتها إيه للعالم ستة دي برضو سنوية عامة لازم وظيفة من الوظايف دي تيجي ابتدي معايا كده أول وظيفة للنظرية تحديد الاتجاه الأساسي للايه يعني النظرية بتساعد على ان هي بتحدد للعالم اتجاهه بتعرفه هو عايزي وهيمشي ازاي أفاهمك دلوقتي يا صديقي احنا مثلا مثلا بندرس الأسرة بندرس مين الأسرة لو عندي عالم اجتماع وعندي عالم نفس هل الاتنين هيدرسوا الأسرة زي بعض؟ طبعا لا ليه؟ لان عالم الاجتماع ده هيبقى عامل نظرية اجتماعية على الأسرة يبقى هيجمع معلومات تخص إيه؟ الحالة الاجتماعية للأسرة إنه معالم النفس لا ده هيدرس الحالة النفسية للأفراد اللي جوه الأسرة يبقى بص كل واحد مش في ايه؟ مش في اتجاه طب إيه اللي خلى كل واحد مش في اتجاه؟ حسب نظريته بقى حسب النظرية بتاعته هي اللي بيتمشيه أنا بادرس الكورة مثلا بالنظرية اقتصادية يبقى هروح اجمع معلومات ايه؟ اقتصادية عن الفلوس والأسعار وأسعار التذاكر وعجل اللي هيكسب هياخد قد ايه؟ بكلم الفلوس بس لان النظرية اقتصادية إنه موعد تاني بيدرس الكورة بنظرية اجتماعية هتلاقي بيجمع معلومات اجتماعية يعني الكورة دي لعبة جماعية وليها الجمهور وفي مشجعين وفيه ألترا قصة يبقى كل واحد هنا المعلومات واحدة؟ قال لك لا ده كل واحد مش في تاجاه في اتجاه وكل واحد مش في طريق يبقى اللي بيحددلك الاتجاه بتاعك هو نظريته نظريتك والله انت نظرية اقتماعية نظرية اقتصادية نظرية اقتصادية نظرية سياسية جمع معلومات سياسية يبقى اول وظيفة للنظرية يا شباب انها بتحدد اتجاه العالم عن طريق تحديد الوقاعة التي يجب جمعها يعني الوقاعة يا صديقي عن المعلومات بتعرفوا المعلومة اللي هو عنها هيمشي فيها هيتجه ليها اختلاف العلم في الدراسة علم دراسها كده وعلم دراسها كده علم ماشي كده وعلم ماشي كده علم اختار الطريقة دي والطريق ده وعلم اختار الطريق ده يبقى ده اسم تحديد الاتجاه طيب النقط رقم اثنين النقط رقم اثنين يا صديقي حاجة اسمها تقديم اطار تصوري يعني يا مستر تقديم اطار تصوري تصور يا صديقي يعني ايه انا قلت تصورات يعني تخيلات او فروض او احنا بنسميها كده بالبلدي خلفية علمية يعني ايه ماشي انت لما بتيجي تعمل نظرية هل النظرية دي بتحط لك تصورات طبعا بتحط لك تصورات لو انا راجل عندي ودرس نظريات كتير النظريات دي يا صديقي بتخلي عندي حاجة اسمها يخل فيها علمية اي حاجة درسها بيبقى عندي معلومة ممكن فيها قدر اتكلم فيها وده يسعيد نربط الحاجات ببعض اديك مثال لو انا مثلا بتصور اهو هات التصور تصور ان البطالة تؤثر على الجريمة يبقى انا كده ربطت ولا مربطتش انا كده التصور بتاعي ده عمل ربط بين البطالة والجريمة ان في البلد كل ما يبقى في بطالة هيبقى في جريمة يبقى انا هنا التصورات اللى انت بتحطها اي عالم بيبقى النظريات بتساعدوا يحطوا تصورات يبقى عنده معلومات يبقى المعلوماتoit ب uğقى ما ي hotspots الان بقى التصورات اللىها تخيلاتها وافترضاتها بتساعدو فا ماذا اقولك ؟ بتساعدو كتعلي العلاقات ويجمع الوقائه علي ان انا قدت انت التصورات بتخلي عندك خلفية علمية راغل مسقف بالبلد ولا ساعدك بتجمع معلومات عارف انت بجمع اي ام ده كمان بيساعدك بتدرك العلاقات بين الوقائع وركز في النقطة دي مش أنا هنا لما جيت اتكلمت قلت لك التصور ربط البطالة بالجريمة قلت لك ان البطالة لما تزيد الجريمة بتزيد يبقى نطار التصور ده بيركز على كلمة اهي اعمل لك عليها بالفونت اهي بيركز على كلمة ايه مستار بيركز على كلمة علاقات وربط بين المعلومات يبقى لو جاني في السؤال انا بدرك العلاقة وبدرك الربط بين المعلومات وبحاول اربط المعلومات ببعض وانت مغمى تختار تقديم قطار تصوري مطفق قرش لان التصورات تساعدك في ايه يا صاحبي تساعدك في تربط المعلومات بيه ببعضها طيب هل كده وبس قال لك لا دي كمان بترشده لنوعية الوقائع التي هتعانى ليه جماعة ليه يعني ايه نوعية الوقائع يعني نوعية المعلومات وانا يا مستر ممكن اجمع مع معلومات ولا لديش علاقة بالموضوع فالتصورات يقول لك المعلومة المعلومة دي دي ALA ما ليه لديش علاقة بالموضوع encontره ظهرت بتاخoration على جنب بتقول لك ده معلومة ليرة علاقة بالموضوع اخدها يبقى خد دي وثاب دي يبقى انا عرفت ايه نوع المعلومة اللى عايزة من اللى مش عايزة كل ده من اللى بيساعدني فيها تصورات بتعا�riedي تصورات اللى thousand الخلفية العلمية والثقافية للنظرية تقديم اطار تصوري النظرية تساعد العلم يضع تصوراته ووظيفتها ان يتدرك العلاقه بين المعلومات وتساعده تحدد المعلومه اللي عايزها من المعلومه اللي مش عايزها هل هي عايزها ؟ هل هي مفيدة ام لا ؟ النقطة رقم 3 الوظيفة رقم 3 تلخيص الوقائع ما معنى تلخيص تلخيص يعني من بلد كده إيجاز زائد اختصار بتلخص يعني بتختصر أو بتعمل إيجاز يعني تدي الحاجة بإيجاز باختصار طيب يعني إيه بقى تلخيص افهم بقى أنا عالم أعمالة النظرية أنا عالم عملت إيه عملت نظرية طيب معنى أن أنا عملت نظرية يا صديقي هاوصل لقانون ما أنا عملت نظرية عشان أوصل لقانون صح صح طيب القانون لأنا وصلت له ده يعتبر لخص لي نظريتي كلها ولا لا آه لخص لي نظريتي كلها مش فهم حاجة مثلا تعرف أهيب احنا مثلا كنا بندرس المعادن كنا بندرس إيه المعادن عملت كام تجربة على المعادن كتير جبت المعادن معدن معدن والله وأعدت أجرب وأعدت أجيب وأعدت أسخن وأعدت مش عارف أبرا عملت تغرب كتير أول لحد أما في الآخر وصلت القانون بيقول إن المعادن تتمدد بالنار أو بالحرارة القانون اللي أنت وصلت له ده بسطر لخص كل التجرب اللي أنت عملتها على المعادن يبقى صديقي يعني إيه بقى كلمة تلخيص أنا اديتك مثال المعادن أنا عملت تجرب كتير أهوة على المعادن وفي الآخر لخصت لك اللي عملته ده في قانون إن المعادن بتتمدد بالنار يبقى بص أي قانون العالم بيوصله في آخر النظرية القانون ده يا سيدي هو لخص في النظرية كلها نيوتن عمل كام تغرب على الجاذبية كتير وفي الآخر حطها لك في قانون اسمه الجاذبية يبقى هو لخص اللي عمل ولا لا يبقى عشان كده بص بيقولك إيه كل قانون أو فرض أو مفهوم أي قانون العالم بيوصله أو تعريف العالم وصله وكتبه ده يعتبر تلخيص للملاحظات والتجرب اللي كان بيعلمه يبقى كل قانون انت بتوصله كل تعريف انت بتخطه زي مثلا تجرب كتير قوي اتعاملت في علم الجينات عشان يوصلوا لحاجة اسمها أو لكلمة اسمها الخلية يبقى هو ألخص كل تغربه اللي اتعاملت على الجينات في كلمة واحدة اسمها خلية يبقى ده اسمه تلخيص يبقى لو جالك توصل للعالم للقانون كذا توصل للعالم لتعريف كذا توصل للعالم للمفهوم كذا كل ده يبقى تلخيص هو كده ألخص اللي كان بيدرسه كله في الكلمة دي او في قانون ده لكي كده يقول لك القوانين تلخس العلاقة بين الظواهر عند ظاهرة الحديد مثلا وعند ظاهرة النار انا قلت له الحديد في قانون بيقول الحديد يتمدد بالنار يبقى أنا كده القانون لخص علي الاقت الظواهر أو لا الظاهر علاقة دي بدي طب والنظرية تلخص العلاقة بين القوانين لعن النظرية مبياقاش فيها قانون client مواقع نوكت النظرية فيها قانون زي نظريت نوتين في الجاذبية عمل ثلاث قوانين تقريبا للجاذبين يبقى بالبلد كده اللي بيربط لك الحاجات ببعض القانون يبقى لو أنا وصلت القانون يبقى لخصت بقى كل الهيصة اللي أنا عملتها يبقى إمتى بختلت أخيص الوقائة لو جاء اللي أن العالم وصل القانون أو وصل لتعريف أو ما طيب 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 يفرد العالم عمل دراسات وأبحاثه ونظريات وهيصة وفي الأخر ما أحطي ليش القانون بتاع الحاجات اللي كان بيدريسها دي هل أنا بقى كفارد هقدر أعرف هو كان بيدريسي مشانا كده هضطر هلف وربقة في كل تغربة عملها وأقعد أشوف التجارب دي تغربة تمروبة عشان أشوفه هو كان بيتكلم عن إيه وبيكتشف إيه ليه بقى أنا كده توهد ليه توهد لأنه سيادته ملخص ليش اللي عمله في قانون كان ريحني ولخصها لي في قانون يبقى بدون التوخيص لو العالم ملخصش اللي عمله في قانون إحنا هنبقى تاييين مش عارفين نلم مكتشفات العلماء مش عارفين كل حاجة معمولة في حد مش هنعرف نلم هو عمل ايه ولا كان بيدريس ايه عشان كده بص بيقولك بدون عملية التلخيص يصعب الإلمان بمكتشفات العلم يعني لو أنا ملخصتش لو العالم ملخص مش هادر أعرف واكتشف ايه سهلا شباب يبقى ده تلخيص الوقات وديه النقطة رقم 3 خش معايا في النقطة رقم 4 التنبؤ بالوقات تنبؤ معناها توقع وتوقع ده دايما ليه علاقة بالايه بالمستقبل آه بتنبأ يعني بتوقع وطالما بتوقع يبنى بيكلمك عن مين بيكلمك عن المستقبل تعال فهيبوني أنا كعالي موصلت القانون أنا كعالي موصلت لايه لقانون هل القانون ده ممكن يساعدني على أن أنا تنبؤ آه مثالا أنا موصلت القانون زي ما قلت لك اسمه إيه المعادن تتمدد بالحرارة مش ده قانون ده قانون طيب لو أنا عندي أضيب الأطر ماشي عندي أضيب أطر لو الأطر لو الأطر ماشي بسرعة فالنحتكاك بالعجل مع الأضيب بيخلي الأضيب يسخل فبالتالي لو أنا القطبان بتاع الأطر لازقف بعض مع السخونية هتتمدد فلما تيجي تتمدد هتبتدي تتقوس كده فالأطر يتقل إيه اللي حصل بقى اللي حصل بقى العلماء عرفوا قانون بيقول إن المعادن تتمدد بالحرارة فدخل لهم لما يجي يعملوا قطبان الأطر يعملوا مسافة ما بينها فحيث لما تسخن تتمدد تلحم في بعض ما تتقوسش يبقى القانون ساعدني على التنبؤ بالله أنا هعمله أم لا ساعدك على التنبؤ لما مثلا يجي لك السؤال يجي يقول لك توقع بعض العلماء البيولوجيين انتشار فيروس كورونا في عام عشرين مثلا اثنين وعشرين وده خلاهم بعد كده يدعوا الدول إن هي تغلق المطارات بتاعتها عشان يقللوا من انتشار الفيروس ده باسمه تنبؤ بالوقائة تكلمني عن حقيقة لسه هتحصل في المستقبل يبقى السؤال لما يتكلم عن المستقبل بيتكلم عن حاجة حدث مستقبلي تختار تنبؤ بالوقائة يبقى التنبؤ بالوقائة بيقول لك النظرية تكرر بوجود نظام عام النظام العام ده اللي هو القانون والقانون ده بيعمل يا باشا بيربط الزهار ببعض وعشان كده القانون ده بيساعدك تتنبأ باللي انت المفروض تعمله زي يا باشا مثلا بيقول لك مرض الملاريا بينتشر في المناطق اللي فيها بيرك يلاقوا كده فده يخلهم يتنبؤون احنا لو عايزين نقضي على مرض الملاريا نردم البرد يبقى تسمي تنبؤ بالوقائة انا كلمك عن مستقبل ودي الوظيفة رقم اربعة طيب قش معايا في الوظيفة رقم خمسة الوظيفة رقم خمسة اسمعها تحديد اوجه النقص في المعرفة يعني ايه نقص في المعرفة؟ يعني انا بالبلد كده معلوماتي نقصة يعني بالبلد كده سيادتك سيادتك معلوماتك نقصة يعني ايه معلوماتك نقصة يعني عندك جهد او عيوب في نظريات سابقة يعني ممكن تكون النظريات القديمة ايه في عيوب او نقص فانا لازمان احدد النقص النظريات بتساعد العلم يا شباب في ان هو يعرف ان هو نقص من اللي كان تعال اديك مثال ركز معايا في اللي اشرح له ركز معايا في اللي اشرح له لو انا مثلا يا صديقي بدرس الاسرة لو انا بدرس الاسرة لقيت ان في كذا نظريه درس الاسرة فيه نظريه مثلا اجتماعي درس الاسرة فيه نظريه مثلا اقتصادية درس الاسرة فيه نظريه مثلا سياسية درس الاسرة انا كده عرفت ايه النظريات اللي درست الاسرة صح؟ يبقى انا كده حددت المعلومات اللي موجودة هل بقى انا لقيت نظريه درست اثر مواقع التواصل الاجتماع على الاسرة؟ لا ده مفيش ولا نظريه درست اللي انا بقوله ده مفيش ولا نظريه درست ان مواقع التواصل الاجتماع ممكن التواصل على الاسرة مفيش نظريه درست كده يبقى انا كده عرفت اللي نقص؟ اه انت بتعرف انه نقص لما تعرف اللي معاك عمري ما الانسان يعرف لما يعرف اللي موجود معاك انا معاه فلوس في جي بي ومش عايدنا الفلوس دي لو في فلوس منهم وقعت هقدر عرف القديم قال لكني سهتعرف لان physical pięk لانaki ماكس منك لازمة لتبقى اعárias اللي اللي موجود معاك هذا اللي نظريه بتساعد العالم فيه النظريه بتقول لك انت بتعرف ايه اللي الدرس وتحدثت اوجه و modules عندما تشترك كيف تحرض لقيت فيها عيوب يبقى انا حددت اوجه النقص عشان كده بيقول لك مش معنى ان المعلومات معك كتير يا صديقي ده يساعدك في تحديدها بسهولة ده انتهت بقتاقي يبقى امتى النظريات بتحدد لك النقص عمرك ما تحدد النقص جلما تعرف اللي موجود معاك يبقى انا عشان اعرف اللي نقص مني لازم اعرف اللي موجود معايا يبقى بختار تعديد اوجه النقص امتى لو انا عندي جهد لو انا شفت النظريات اللي قبلها ولقيت فيه حاجة نقصة اولقيت فيها عيوب طيب اخر حاجة خالص في مهمة ووظيفة النظرية حاجة اسمها ترشيد التطبيق التطبيق يا صديقي يعني ايه تطبيق يعني ممارسة يعني عمل يعني فاعل ليست جانب نظري يعني ايه يعني التطبيق ده وقت مش كلام نظر مش كلام على ورق ده افعال ده ممارسة ده اختراعات ده ابتكارات مثال هل هدف العلم ان احنا نوصل للقانون هل ده الهدف النهائي للعلم الهدف النهائي للعلم ان انا وصل لقانون قالك الكلام ده غلط ومش موجود ما ليه الهدف النهائي للعلم قالك الهدف النهائي للعلم ليس الوصول للقانون ما ليه يا باشا قالك الهدف النهائي للعلم تطبيق القانون يعني ايه يعني انا لو وصلت القانون وما تطبعتوش يبا القانون ده بانوش لازمة ارمي انا هدفك عالم ان انا اخد القانون ده اعرف اطبقه عشان كده فيه علماء بيتخصصوا في النظريات هو بس كلامه نظري وفيه علم تاني لا يعرف يحد القانون النظر اللي انت وصلت له ده يطبقه لك ويخترع لك به وده الهدف النهائي للعلم يبقى ايه الهدف النهائي للعلم هدف النهائي للعلم هي او هو التطبيق التطبيق ده الهدف النهائي للعلم يبقى ايه هدف العلم النهائي اهو ده الهدف النيائي يبقى لو جاء قال لي العالم هدف يوصل لقانون بس ده الهدف النيائي منه أقول له لأ هدف النيائي هو أنه ياخذ القانون نطبقه يبقى أي حدف تكلمك في ممارسة في أفعال في اختراعات في تكنولوجيا عشان كده قال لك لحنا بنغد القانون نطبعه زي ما طبعنا قانون الجاسبية وعملنا الطيراء وزي ما طبعنا قانون الطفو وساعتنا في صنع الصفن يبقى أنا خدت القانون طبعته وهذا هدف العلم النهائي يبقى بختار ترشيد التطبيق إمتى لما الكلام بيقول لي أنه لازم أن أعمل لازم أن أمارس لازم أن أفتكر لازم أن أخترع ما أعرفش عند القانون ما ليش دعوه بالجانب النظري لازم أن يبقى الجانب بتاقي أعمل تعال بقى صديقي نخش في الجزء اللي جاي اسمه النظرية البنائية الوظيفية ويعني يا مستر نظرية بنائية وظيفية النظرية البنائية دي يا صديقي دي أحد نظريات علم الاجتماع دي اللي بتدرس بناء المجتمع ومكوناته ووظائفه يعني بعرفك المجتمع بين ازاي ووظيفته ايه ومكوناته ايه دي اسمه النظرية بنائية وظيفية يبقى أي حاجة بتشرح بناء المجتمع مكوناته وظيفته أجزاؤه تختار النظرية البنائية لايه تختار النظرية البنائية الوظيفية يبقى النظرية البنائية وظيفية امتى لما اخترأ لو بيشرح في السؤال البنائي المجتمع ووظيفه ومكوناته طب ايه تعريفه النظريات البنائية دي يا صديقي دي احد النظريات في علم الاجتماع تعريفها ايه قال لك اللي عرفها تلاتة واحد اسمه دوركايم واحد اسمه براون واحد اسمه مالينو فيسكي قال لك يا الاسهام الذي يقدمه الجزء للكل الجزء ده اللي هو مين يا مستر الفرض طب الكل ده اللي هو مين يا مستر المجتمع ايه ده يعني الفرض ممكن يساعد في تكوين المجتمع انت بتقول لي اسهام يقدمه الجزء للكل يبقى الفرض يساعد المجتمع اه انا لو راجل اعمال ناجح واستثمرت فلوسي في البلد ولمش حال البلد ممكن ينصلها طبعا حال البلد ينصل يبقى لك يا فرض ساهمت في بناء مجتمع ام لا لا ساهمت يبقى النظرية البنائية بتقوللك انت عشان تبني مجتمع لازم أن الفرض يساهم في تكوين المجتمع لأنك اسهام يقدمه الجزء للكل النقطة الرقم 2 سيعيس الكلام مع اسهم يقدمه الجزء لكل المجتمع سوف نتعد войل نقطة الرقم محد شهده والجماعة لأعضاغها اللي هي الجماعة بدين الكل وأعضاء الجزء الأمواد المجتمع الكبير للجماعات الصغيرة أستطيع أني من تقولها أن من جذء الكل الفرد ساعد في بناء مجتمع ما تقول؟ كيف يساعد الفرد في بناء المجتمع في بناء المجتمع المجتمع ممكن ان يساعد في بناء الفرد ما يساعد إلى تكوين الفرد كما لو أنا مجتمع في حالة اقتصادية كويسة لو المجتمع بتاعي حالة اقتصادية كويسة يبقى انا كفرد هتبقى حالة الاقتصادية كويسة يبقى هنا من الكل للجزء اهو لو المجتمع كويس انا اقبقى كويس يبقى اسهام يقدمه للمجتمع الكبير للجماعات الصغيرة او الجماعة الافرادة يبقى في النقطة رقم واحدة اسهام يقدمه الجزء لكل اللي هو الفرد للمجتمع في النقطة رقم اثنين اسهام يقدمه الكل للجزء ثلاثة النظرية البناية بستخدمها في دراسة الظواهر الاجتماعية وطبعاً انت واخد الظوهر الاجتماعية لحساً اللي فاتت أن هي أي حاجة الناس اتفعوا عليها وعملوها وابتدت تظهر في المجتمع يبقى أنا لما قدرس الظواهر اللي بتظهر في المجتمع بدريسها عن طريق النظرية الإيه؟ النظرية البنائية الوظيفية ودي بدريس الظواهر كأنها عمليات لأبنية اجتماعية يعني عمليات يعني مثلا زي مدرس الاقتصاد وبقسم العمليات انتاج وتوزيع واستهلاك يبقى لك انت الاختصاد ده ظاهرة قسمت العمليات انتاج وتوزيع واستهلاك مين بقى اللي بيدرس الكلام ده كله النظرية البنية الوظيفية يبقى للمرة التانية امتى بختار نظرية بنية ووظيفية لو بيشرح لبناء المجتمع ومكوناته بيقول للمجتمع ده برعن أجزاءه والاجزاء ده مترفق بعض طب تعرفها اسهام يقدمه الجزء للايه للكل اسهام يقدمه الجماعة لأعضاءها او دراسة الزوار الاجتماعية واللي عرفها تلاتة دوركايم وبراون ومالينو فيسكي خش معاها بقى في تلخيصها ودي اخر حاجة في الدرس ويبقى خلصنا الدرس تلخيص الافتراضات الاساسية للنظرية البنائية الوظيفية احنا لخصنا النظرية ده يا شباب في ستة نقطة اول نقطة النظرية البنائية ده مبنية على ستة مبادئ اول ما بدأ فيهم تحليل المجتمعات تاريخيا على انها انصى اجزاء متدخلة هو المجتمع يا صديقي فيه اجزاء اه في اجزاء طب الاجزاء ده متدخلة طبعا مية في المية مثال ما انا لدي في المجتمع نظام اقتصادي عند نظام اجتماعي عند نظام تعليمي عند نظام صحي عند نظام أسري عند نظام صناعي عند نظام ازراقي ماذا كل ده أجزاء المجتمع متدخلة او لا طبعا متدخلة يبقى النظرية البنائية اه تتمبنيه على مبدأ إن احنا لما بني جي ندرس المجتمع من عجزاء او بد dú prosecution المبدأ الثاني في النظرية دي يا شباب بيقولك ان علاقة السبب والنتيجة متكررة يعني كلما يبقى فيه سبب احنا بنسمع كلما 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 ظهر السبب اوتوماتيك هيظهر النتيجة يعني كلما البطلة هتزيد كلما معدلات الجريمة هتزيد يبقى كلما السبب يظهر النتيجة هتزيد كلما الاقتصاد علي كلما المستوى المعيشي هيعنى يبقى كلما فيه سبب هيبقى فيه نتيجة النظرية هتزيد مبنى على المبدأ ده ان السبب يجي ورا نتيجة على طول علاقة السبب والنتيجة متكررة ده ظهر ده هيظهر طب المبدأ الثالث بيقولك الانصاق الاجتماعية في حال التوازن ديناميكي يعني ايه كلمة انصاق انصاق يعني انظمة هو المجتمع يا شباب مش مجموعة انظمة اه في نظام اي مجتمع بيبقى في نظام اقتصادي نظام سياسي نظام تعليم نظام صحي دي انظمة قال لك الانظمة دي لازم انتبقى في حال التوازن بس التوازن ده ديناميكي يعني كلمة ديناميكي يا مستر ديناميكي يعني متغير متغير يبقى اي نظام اجتماعي مربوط بانظمة تانية زي الاقتصاد مربوط بباقي الانظمة وفي الاخر الانظمة دي كلها لازم انتبقى في حال التوازن يعلو مع بعض ويقلو مع بعض بس التوازن ده ايه ديناميكي مسابت عمال يعلى ويقل ودي المبدأ رقم 3 طب المبدأ الرابع بيقولك التكامل التام لا يمكن حدوثه وعمرك رأيتهم يا صديقي مجتمع كامل اي مجتمع يبقى في معبل أين مجتمع يبقى في مقجمع كامل لان ما lênه مجتمع الكامل لان التكامل التام لا يمكن حدوثه يمكن تموجها مجتمع كويس في كل شيront ومكف أknown على معدلات الجريمة ممكن تلاقي مجتمع كويس في كل حاجة بس عنده نسبة زيادة سكانية اكتر من الفرص الشغل في البلد كده مفيش حاجة اسمها مجتمع كامل ودي المبدأ ارخام 4 بيقولك التكامل التام لا يمكن حدوسه طب المبدأ اللي بعد كده التغير عملية توافقية بطيئة في الاساس اسمع مني المجتمع عندما يأتي يتغير بسرعة او البطل طبعا المجتمع يتغير ببطل احنا عاملين ثورة من 2011 حتى الان ما تغيرناش لان انا عشان اغير المجتمع لازمان اغير في كل منظام فيه وده استحالة يسهل بسهولة لان انا ما بصحاش من نوم الصبحة لقي المجتمع تقوله بغير يبا التغير بحتاج وقت يبا التغير عملية سريعة ولا بطيئة طبعا التغير عملية بطيئة ودي النقطة رقم 4 اخر نقطة قالك التغير نتيجة التغيرات التي تحدث خارج النصق هو شرط التغيرة مستربة من جو المجتمع قالك لا ممكن التغير يجي من برا اليمجتمع اصلا ممكن حاجة تحصل برا تخلي المجتمع بتاعك تغير زي كورونا لما جات كورونا ظهرت فين طبعا ظهرت في الصيف مش كورونا دي خسرت خارج المجتمع بتاعنا او طب هل غيرت في المجتمع بتاعنا او ظهر حاجة اسمها بتاجرالской one line ظهر حاجة اسمها بتعليم الاون la randomly اللي انتم فيه دلوقتنا او انت ده ظهر حاجة اسمها التعلم عن بقى ظهر حاجة اسمها مواقع التواصل الاجتماعي زادت وتأثيرها زاد يبقى حاجة ظهرت بره غيرت الاختراعات والتكنولوجيا مثل الموبايلات اللي في ادينا غيرت مجتمع ولا ما غيرتش غيرت مجتمع هل دي كانت موجود عندنا ولا جايبنا من بره يبقى عشان كده بيقول لك في النقطة رقم 6 ان التغير مش شرط يحصل من جوه مش لازم ان التغير يحصل من جوه المجتمع ممكن التغير يحصل نتيجة تغيرات حصلت بره المجتمع زي حربة حصلت في دولة جنبك ده ممكن يحصل عليك ويغير عندك زي صورة حصلت في مجتمع تاني ده ممكن يحصل عليك ويحصل عليك انت ويغير عندك يبقى التغير عملية ايه عملية بطيئة وتاني حاجة التغير مش شرط يبقى من جوه لازم يبقى من خالي وكده صديقي دي كانت آخر حاجة في درس النظريات علم الاجتماعي ان شاء الله هيبقى فيه حل شامل على الوحدة لان احنا كده خلصنا الوحدة نحسة جاة ان شاء الله هنعمل حل شامل على الوحدة كلها واشوفكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته